أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ حرص المجلس على توطيد كافة أواصر التعاون مع البرلمان العربية دعما للنهوض بمصالح الأمة العربية في كافة الاتجاهات جاء ذلك في برقية بعثها رئيس مجلس الشيوخ للتهنئة عادل بن عبدالرحمن العسومي بمناسبة اختياره رئيسا للبرلمان العربي لفترة ولاية ثانية وأكدا أن ذلك الاختيار يعكس ثقة أعضاء البرلمان العربية الكاملة في قدرة وكفاءة عادل العسومي وفي مواصلة حمل أمانة رئاسة البرلمان العربية كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ النائب علاء عبد عضو مجلس نواب على إعادة انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي متمنيا له النجاح والتوفيق في خدمة بلاده وأمته العربية ترجمة نانسي قنقر